الحكومة البريطانية تتجه إلى تخفيف إجراءات الإغلاق العام مع الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل في حال موافقة البرلمان على خطة الحكومة ستبدأ بفتح المدارس في الثامن من مارس أذار المقبل وتنتهي برفع الإغلاق كاملا في الحادي والعشرين من يونيو حزيران من العام الجاري السماح بلقاء الأشخاص في الخارج سيكون المرحلة الثانية ثم يأتي فتح المحالات التجارية وقعات الرياضة في الثاني عشر من أبريل نيسان وبعدها في منتصف أيار مايو سيتم فتح الفنادق والمطاعم والسماح للزيارات داخل المنازل رئيس الحكومة البريطانية بوريش جونسون أشار في مؤتمره الصحفي أن وباء كورونا قد يصبح جزءا من الأمراض التي يمكن أن يتعايش معها المجتمع بشكل دائم كما الإنفلونزا يجب أن نكون واقعيين وأن نقبل أنه سيكون هناك المزيد من الإصابات بكورونا والمزيد من العلاج في المستشفيات وبالتالي سيكون المزيد من الوفيات للأسف تماما كما يحدث كل عام مع الإنفلونزا حتى لو استمر الإغلاق العام إلى أجل غير مسمى خطة الحكومة تأتي بينما تتسع رقعة عملية التطعيم في المملكة المتحدة حيث بلغت قرابة 18 مليون شخص تلقوا اللقاح إلى حدود الساعة وقد تعهدت الحكومة بأن يتلقى التطعيم كل البالغين في المملكة المتحدة مع نهاية شهر يوليو المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار وجود تخوفات من أن تخرج السلالات الجديدة للفيروس عن سيطرة اللقاح إذا كان هناك بديل للفيروس يمكنه الالتفاف على اللقاح فسيعيدنا هذا إلى الوراء وسنحتاج إلى توخي الحذر ضد ذلك الشارع البريطاني منقسم بين مرحب بخطة الحكومة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ولو تدريجيا وبين آخر يتخوف من عودة حالة الإغلاق مرة أخرى إذا ما تفشى الفيروس في البلاد في مرحلة ما بعد رفع الإغلاق يرى البعض أن حكومة بوريش جونسون اتخذت القرار الصائب بشأن إجراءات التخفيف المرتبطة بحالة الإغلاق العام فيما يرى البعض الآخر أن هناك تخوفات من عودة لمملكة المتحدة مرة أخرى إلى انتشار الوباء يبقى البرلمان البريطاني بيده القرار للموافقة على خطة حكومة بوريش جونسون من عدمه محمد الفنيش قناة الغد لندن